الله أكبر إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللضو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن امتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة فمضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق ظافرين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طورسين أتنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله أكبر سلامة الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تنتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فوحينا إليه أن اسنع الفلك بعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور أن اسنع الفلك أن اسنع الفلك بعيننا ووحينا وإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تحاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتخون الله أكبر سمع الله لي من حبيدا 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 شكرا للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترحناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مذتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخبوب عليهم ولا الضالين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسنطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 وحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مما لديهم فرحون فضرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولذينا كتاب يلطقوا بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرت من هذا ولهم أعمال من دون ذلك لهم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهرون لا تجهر اليوم إنكم منا لا تنصرون الله أكبر سمع الله لما الحميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذين أنعمت عليهم وإلى المغبوب عليهم ولا الضالين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يعرفوا أم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وهواءهم لفاسن في السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الراسقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط نناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعبهون ولقد أخذناهم من العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغتوب عليهم ولا الضالين وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأخينة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحي ويميت ولو اختلاف الليل والنهر أفلا تاقنون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإل المغضوب عليهم ولا الضالين قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ونقود كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهارة فتعالى عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 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 كمبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن أقيل لكم رجعوا فرجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون أعليم ليس عليكم جنابنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والمستكيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المكبوب عليهم ولا الضالين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير مما يسمعون وكل المؤمنات يغضدن من أبصارهم ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ برولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو القفل الذين لم يظهروا على عوراتهن ولا يظربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلهون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فكراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبدغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم إما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبدغ وعرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعبة للمتكين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر والله أكبر أكبر سحاباً من aware ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراف مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وتعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراف والمستقيم الصراف والذين نعمت عليهم غير المكبوب عليهم ولا الظلين وإذا دروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقوا منهم معرضون وإن يكن لهم الحقيات إليهم الظرينين أفي قلوبهم مرض أم رتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراف والمستقيم الصراف والذين نعمت عليهم غير المكبوب عليهم ولا الظلين إنما كان قول المؤمنين إذا دروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلهون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتكف أولئك هم الفائزون وأكسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون ولا تكسموا طاعة معروفة إن الله خبير مما تعملون والأطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تفيعوه تهددوا وما على الرسول إلا البلاء المبين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين رحمن رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين نعمت عليهم وإذ المكذوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفانهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر الحمد لله ربي عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يا أيها الذين آمنوا ليستعذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الضحيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعذنوا كما استعذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناهم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديككم ليس عليكم جناه أن تأقلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الظالمين آمم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعدنوه إن الذين يستعدنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعدنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله بمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع خاطئ لا سمع خاطئ سمع وقت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن عمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نفورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفن افطراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساتير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملكا فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرا إن أدعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرا إن أدعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كل أذلك خير أم جنة الخل التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول وأنتم أضللتم عباد هؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وعباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نضك عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمشون في الأسواق واجعلنا بعدكم لبعد فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وننصرنا على القوم الفاسقين وننصرنا على القوم المخسدين وننصرنا على القوم المستقبلين اللهم حب بلينا الإيمان وزين في قلوبنا وقره إلينا الكفر والفسق والمسيان اللهم جعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين ورحبنا بسوالمين ويخزايا ولا مخدونين اللهم إلا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل دا اللهم حب بلينا الإيمان وزين في قلوبنا وقره إلينا الكفر والفسق والسيان اللهم جعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين ولعبنا بسوالين ويخزايا ولا مخدونين اللهم إلا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سطدك والنار اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا من النار اللهم إلا كعفو كريم كعفو لك وفعفو النايا كريم اللهم نروي قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن ودخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر منسا وعلى السراد نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سدرا وعجابا وإلى الخيرات كلها دليلا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم اشف مرضوانا اللهم اسف مرضانا واغفر موتانا واغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدنا ولمشايثنا ولأساتذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأحبابنا ولعيزنا ولمن له حقنا علينا ولجميل مؤمنين والمؤمناء والمسلمين والمسلمات لحياء منهم الأموات ربنا تحبن سيامنا وقيامنا وتلاوتنا وعطة علىنا يا مولانا إنك أن تتوى الرحيم وصل على روضي محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأزل وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبول سبحان ربك رب لزد ومع يصيفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة 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 اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر الحمد اشتركوا في القناة 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 ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة